اهلا بكم من جديد قال وزير الكهرباء والماء ان مملكة البحرين تعتزم التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلا واكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا على اهمية الطاقة المتجددة في البحرين لافتا الى انها اقل في التكلفة من طرق الانتاج الاخرى مثل الوقود الاحفوري وستنخفض في المستقبل بصورة اكبر واوضح الوزير ان وحدة الطاقة المستدامة في المملكة تتولى في الفترة الحالية تنفيذ مشروع جديد لانتاج 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية لافتا الى العمل عليه حاليا واضاف ميرزا ان هناك ايضا مشروع صاف العداد المشترك الذي يمكن اصحاب المنازل من ارجاع اية كمية فائضة لديهم من الكهرباء الى الشركة الوطنية للكهرباء متوقعا ان يكون جاهزا بنهاية العام الحالي واشار ميرزا الى مشروع تحويل النفايات والمخلفات الناتجة من معالجة الصرف الصحي الى طاقة حيث سيتم البدء في المشروع من محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي اقامت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ندوة حوارية حول المدرب البحريني بين واقع التدريب ومتطلبات التنمية البشرية وقد تناول المشاركون في الندوة جملة من الحلول القابلة للتنفيذ من اجل النهوض بواقع المدربين في المملكة وذلك من خلال التأكيد على الخطوات المتميزة التي تقوم بها الحكومة في الاستثمار بالعنصر البشري بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعمل في سياق برنامج عمل الحكومة كما ناقش المشاركون المنظور الاستراتيجي للتدريب في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض ما يعيق تطوير قطاع التدريب والرؤى الاستشرافية لمستقبل المدربين في البحرين إضافة إلى إبراز العوائق التي تؤثر على المسار المهني للمدرب البحريني بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والسندات المتداولة خلال هذا الأسبوع في برطة البحرين 486.543 دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة مليون وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين سهم ووحدة أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ خمسين صفقة التفاصيل المشاهدين في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم أو وحدة صناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع ثمانية ملايين واربعمائة واربعة واربعين ألفا واربعمائة واربعة وعشرين سهما ووحدة وقد بلغ إجمالية الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها مليونان واربعمائة واثنان وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة عشر دينارا بحرينية نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وثمانا واربعين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم عشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم شركتين في حين انخفضت أسعار أسهم عشر شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطع البنوك التجارية فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطع الصناعة أما على المستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في حين جاءت في المركز الثاني ألمنيوم البحرين ألبا وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على وحدات الصنديق الاستثمارية العقارية المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها 2500 دينار أي ما نسبته 0.9% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع في حين بلغت الكمية 22500 وحدة تم تنفيذها من خلال صفقتين والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة تتواصل خسائر الخطوط الجوية القطرية عقب مقاطعة الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب والحضر الجوي الذي فرضت على الدوحة حيث أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية American Airlines رسميا عن إلغاء الصفقة المقترحة مع الخطوط الجوية القطرية التي كانت تطمح لتكوين حصة تصل إلى 4.75% في الشركة الأمريكية وهو الخبر الذي لم تجد الخطوط المملوكة للحكومة القطرية بدا من الاعتراف به وقالت في بيان لها أنها لن تمضي قدما في استثمارها المالي المقترح في American Airlines وضاف البيان الخجول أن مراجعة الاستثمار المالي المقترح من American Airlines أظهرت أن الاستثمار لم يعد يفي بالأهداف ترجمة نانسي قنقر